ازايكم يا احلى جمهور حكاية هنا قناتنا بتارد كل انواع للحكايات والروايات بشكل مختلف وكمان بنقول اللي عنده قصة او مشكلة بنعرضها له في شكل درامي على القناة وقبل ما نبدأ حكايتنا ياريت تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان احنا بنكبر بيكم ويلا بينا نبدأ حكايتنا في قناة حكاية هنا فايزا سمعت كلمة طالق من مراد وحست ان الدنيا بتلف بها انت طلقتني يا مراد انت عارف انت عملت ايه قولي لابوك حاجة يا ندا عرفين ان كنت بعمل لمصلحتك عرفين ان كنت باخد حقك من القهرك ورماكي علشان واحدة ما تسواش ارحمني بقى يا ماما انا اللي ضيعت احمد من ايدي يوم ما سمعت كلامك وكلام حسن انا اللي ضيعته لما اهملته وفضرت الخروج والنوادي والناس الهاي كلاس زي ما انت بتقولي انا اللي ضيعته انا اللي ضيعته بتمعي وحبي المظاهر الكذابة والفلوس انت السبب ايوانت السبب يا ماما بابا حذرني منك كتير وانا ما سمعتش كلامه سبيني بقى حرم عليك خلتينا اخسر اكتر انسان حبيته فعلا انا بحب احمد بجنون وما كنتش متخيلة ان بحبه كده لكن بعد ايه خلاص والشق راح ومش هقدر اتواجه معها ابدا ولا اوريلي وشي تاني وجيرت على قدتها وفايزة وقفة مصدومة من كلام بنتها ومش عارفة ترد تقول ايه ها عرفت انت وصلتنا بطمعك وجشعك لحد فان دلوقتي ارتحتي ضمرت كل حاجة في البيت وعايزة تبرر تصرفاتك بتبريرات ما تدخلش العقل لكن خلاص بنتك فائت والحمد لله يعني انت ملكش مكان بنا وهعمل باصلي واقولك لم هدومك وامشي من هنا مع انك كنت جايالي بالهدوم اللي عليك وانا عملت منك فايزة هانم لكن معلش انا دلوقتي بصلح اكبر غلطة غلطة في حياتي اتفضلي ومش عايد اشوفه الشيك تاني انت انفكر ان هسيب لك بنتي بسهولة كده انسى يا مراد بكرة تشوف فايزة هتبقى ايه وساعتها هتندم على كل كلمة قلتها ومش هسيبك يا مراد ومشيت من قدامه ومراد لنفسه ربنا اهديك عمرك ما هتتغيري ابدا استغفرك ربي واتوبه اليك وفي الاسم الزابط هشام بيتكلم ها يا رشا هتفضلت عياتك اده كتير اصلي مهما تعملي مش هنسيبك فهاتي من الاخر وانت تعبناش معاك ولي تعرف ايه عن موضوع الفلوس ده ونادر اتدخل هشام انا مضطر مش حالا مؤمن تعال معايا بسرعة فيه ايه يا نادر ايه اللي حصل هبقى اقولك بعدين مفيش وقت يلا يا مؤمن وخرجوا من الاسم بسرعة وركبوا العربية فيه ايه يا نادر انا مش فاهم حاجة وبعدين احنا رايحين فين ممكن تبطل اسئلة واسبنا فاهمك ماشي يا سيدي بطلت اسئلة ممكن افهم في ايه وانت كده ما سألتش نادر انت هتهزر ما تقول يا عم انت في ايه قبل ما تخنق عليك يا عم حاضر بالراحة وكل شوية نادر بيبص على الموبايل وامتابع بتركيز شديد بص يا مؤمن انا كلمت شركة الاتصالات التابع لها رقم حسن وبلغتهم اول موبايل حسن ما يتفتح يعرفوا لي مكانه ويبعتوا لي موقوعه بالزبط وانا دلوقتي عارف هو فين وهجيبه ان شاء الله طب ما تقول كده من الصبح لازم توقع قلبي نادر انا عايز بعد ما نجيبه نطلع عالشركة ومن بعدها على بيتنا ليه في حاجة هناك يا مؤمن ايوة طبعا فيه اللابتوب الخاص بحسن انت قصدك انه اكيد عليك كل بلويه ده اكيد يا نادر وانت تفتكر انه هيفتحه كده بسهولة واكيد الملفات اللي عليها بلويه مش هتبقى ظهرة لينا سيب الموضوع ده علي بس نجيبه هو الاول وبعدين ربك يسهل بالباقي وعندهم محمد ماما لازم انزل اروحي الاسم انا مش قادر استحمل افضل قاعدة هنا وهم هناك اكلمي مؤمن وشوفي هيقولك ايه مؤمن مش هيرضى يا ماما انا هلبس وانزل حالا مي بلاش مشاكل وبعدين ما تيلناش عليك انت كمان خلتي ما تيلقوش انا هتابعكم بالموبايل بس لازم اتطمن على احمد وهنا بعد اذنكم ودخلت مية تلبس ونزلت ووصلت للاسم هنا هعمل ايه واحمد فين انت ايه اللي جابك يا مية والله هو ده سؤال عايزان اسيبك في الظروف دي المهم بس اطمنين على احمد هو فين دلوقتي هو موجود عند الزابط بيتمم التحقيقات معه ومع الموظفين في الشركة ويا اخر حاجة وصلت لها لسه يا مي ادعي ربنا انها تعدى على خير احمد مظلوم يا هنة وربنا ما يرداش بالظلم ابدا وان شاء الله يظهر الحق يا حبيبتي يا ربي يا مي ونرجع لمؤمن ونادر ووصلوا المكان اللي موجود في حسن ينفق فيه في مكان متطرف شوية ودخل نادر ومؤمن وهم طبعا مش عارفين شكله ونادر مش فاكر شكله بالزبط لكن حاول نادر بخبرته يبص على كل الموجودين في المكان لكن لاحظ ان فيه واحد كل شوية يبص في ساعته وبين عليه التوتر نادر احنا عناعرف حسن ده ازاي ونادر سكت وما ردش عليه نادر تصدق بالله انت انسان مستفز هو اتخلينا اطلع فريطي عليك يا ابن رد علي مرة واحدة تصدق انت اللي مستفز وشكل هرميك في اي حتة واسيبك وامشي ما تسكت يا ابني خلينا شوف شغلي شغلك في كافية انت بتشتغلني يا جدا انت احنا سايبين احمد في الاسم وجايبنا اشرب شاي معاك هنا ام يا مؤمن تعال معايا والله انت محسرس انك بالجر جموسه وراك وخلاص نادر انا مش همشي الا ما تفاهمنا هنعمل ايه وحسن كان ايم يمشي ويحاسب خلاص ونادر يعني عليه ونادر سب مؤمن وجره ورا حسن ولحقه عند عربيته ومؤمن جره وراه السلام عليكم حضرتك استاذ حسن ها لا 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 مش انا بس انا واثق اننا تقابلنا قبل كده طيب ممكن بطاطك ليه وحضرتك مين عشان تاخد بطاطي انا الرائد نادر في المخابرات العامة هتجب بطاطك ولا اخدها بمعرفتي لا لا اتفضل يا باشا اتفضل ها 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 يعني انا مغلطش وطلعت حسن فعلا تفضل معي بهدوء من غرشة وشراء احسن لك وحسن رفع سلاحه على نادر وقال له لو قربت مني هاضرب في المليان طب نتفاهم يا حسن مفيش تفاهم بنا خالص وبدأ حسن يتحرك ويركب عربيته ومؤمن جاي من وراه وبيقرب منه ونادر متابع كل ده وفي لحظة نادر شتت انتباه حسن وناده على مؤمن لا يا مؤمن سيبه وبحركة سريعة جرى نادر على حسن وضربه في المسدس برجله وقع بعيد عنه وسبت حسن اللي كان مذهول من اللي حصل قلتلك تعال معايا بالزوق مرضيتش هي رياختي اللي ما يسمعش كلامي تعال ويرمافع ربيته وربطه بمساعدة مؤمن هي خربتك يا جدع ده انت ملكش حل سبت الراجل في جزء من الثانية بس بجد عاشة وحش واسف جدا لو دقيتك ده انت حسابك معايا بعدين يا مؤمن بس اصبر علي بقى انا مستفز قلب قب يا ده كبير ده انا اللي مستفز وابني مستفز سامحنا يا حج بقى حكم القوي ه Bridge وطلوا على الشركة وحضرت التحققات وكان في وجود أحمد وحضر معاها أمران أنيسة نادا ممكن أعرف إيه علاقتك بحسن بالزبط ماليش علاقة بيه كان مجرد صداقة وعجب من ناحيته وانتهت يعني ما كانش فيه منكم مشروع جواز ولا حاجة هو كان عايز يتجاوزني لكن أنا رفضت أنا مش بحبه أبدا وبقعدت تبص على أحمد وإحشان بص إلى أحمد وفهمي يتقصد إيه طيب أنت عارفة أكيد أن أحمد يتقبض عليه فريق خلاس أيوة عارفة بس أحمد بريء حسن هو اللي أخد الفلوس وأحمد تنهيت بارتياه وإحشام انتبه لكلامها وكمل تمام ممكن أعرف عرفت منين وليه متأكيد أن حسن هو اللي أخدهم ونادا حكت كل حاجة لأحمد وإحشام وحكت أنها كانت متفقة تنتيم من أحمد لكن عمرها ما تخيلت أنه يعمل كل ده وأنها ما كانتش في وعيها وهي بتتفق مع حسن وغيرتها على أحمد كانت عاميها وأحمد بيسمع كل ده وهو مظلوم لأنها آخر واحدة ممكن يفكر أنها تعمل كده ماشي يا ندا إحنا نتحفظ عليك الحين عرضك عن نيابة لأن حسن لسه مختفي وإنت المتهمة الأولى دلوقتي قدامي ونادا بتعيت وراحت لأحمد أحمد سمحني يا أحمد والله بحبك وعمري ما حبت غيرك غيرت عليك عميتني كلام ماما وحسن عمان عن الحقيقة أنا عارفة أن أنا ضيعتك من إيدي بس سدقني أنا اللي ضيعت يا أحمد أنا دمرت نفسي يوم ما فكرت أسيبك دمرت نفسي يوم ما فكرت أن تقيم منك واتضرك أنا أسفة بس عارف أنا ما استهلكش أه ما استهلكش أنت تستاهل واحدة حسن مني بكتير واحدة تقدر إنتك لأنها كبيرة قوي علشان خطر يا أحمد سمحني وهشام شاول للعسكري طهف الحجزة ومرض قاعد ما بينطقش وحاتتوشه في الأرض وبعدها السأزن ومشى يشوف محامل بنته ومحاولش حتى يتكلم مع أحمد وأحمد مصدوم مش عارف يتكلم وفجأة دخل نادر وحسن ومؤمن ومعهم اللابتوب وأحمد بفرحة حسن هو أنت بقى حسن بس شكلك ما يدلش على اسمك خالص تعالى تعالى جيت لأضاك كان فين ده يا نادر بيه والنادر زقق على الكرسي قاعده والنادر حكالهم على كل اللي حصر وأول ما دخل مؤمن عاد على الترابيزة في المكتب وبدأ يشتغل على اللابتوب بتاع حسن وطبعا عد على البيت عنده بدون محد ياخد باله لأنهم كانوا عند نادية وأخذ اللابتوب بتاعه وطلع على الاسم ومؤمن بدأ يشتغل على البرنامج بتاعه وهشام ونادر بيحققه مع حسن اللي أنقر كل حاجة في الأول لكن لما واجهوه بأكوال رشا وناده وحازم اعترف بأن حازم به هو اللي قال له يتلعب بالحسابات وأنه يوقع أحمد فيها ومية دخلت هي وهنا وهشام قال بودأ بسرعة أول ما شاف مية لكن مية راحت اتطمنت على أحمد وبعدين قعدت جنبه مؤمن واشتغلت معها البرنامج بتاعهم حسن ممكن أعرف حطيت الفلوس في شائط أحمد إزاي؟ معرفش أحمد أكيد قسم الفلوس مع حازم به يا ابني الـ إيه ده أحمد؟ يعني أحمد كان متفق مع حازم بس اللي ما تعرفوش إن بغباءك الكاميرات جابتك وانت طالع شائط أحمد وديت الفلوس لولدته وده طبعا ما حصلش لإن ما فيش كاميرات بس هشام حاب يوقعه كاميرات؟ ده ده مش أنا وهشام يتأكد إن هو وحاب يوقعه ويوتره أكتر فعلا مش أنت لأنك كنت مغير من لبسك وشكلك وحسن التوتر بين عليه وقلان جدا تحب أقولك كمان انت انتهست وجود الضابط النبطشي وانه في آخر الليل وجايت بلغتي باسم فارس ورحت الصبح وديتي الفلوس الشقة وطلعت عالشركة كأن ما فيش حاجة حصلت وطبعا عملت كده عشان ترمي التهمة على فارس بحكم إنه محاسب زيك وندور إحنا بقى وراه وتبعد عنك أي شبهة ده غير إنك كنت عارف إن فارس على خلاف مع أحمد وده أنا عرفته من راشا صح ولا لا؟ وحسن كان مش عارف يرد ومرتبت وأحمد نفسه حسن ينطق ويقول إن فارس مالوش دعوة بحاجة لكن بسكوت حسن أحمد اتأكد إن فارس مالوش دعوة بموضوع البلاغ وبرغم فرحته بكده إلا إنه زعل إنه ظلم صاحبه وندر إتكلم شكله جاي سمعنا شكاتو ما تنطع يا ابني أظن كل حاجة بيت واضحة زي الشمس ها حب تتكلم ولا نقفل المحضر على كده يا نهاري سويد استنى استنى تقفل محضر تقفل محضر ايه ده في بلاو قدامي اشتركوا في القناة